الأهلي كان بيلعب كويس جداً التراجي ما كانش في أحسن الحالات ولكن النتيجة مش كانت زي ما الناس متخيل؟ الناس كانت عايزة تبقى مأمنة ورجع بتلعب هنا على أرضها مستريحة مش ده اللي حصل الملاح هو طبيعي بعد التعادل السلبي برا الأرض فاحنا بنقول ان هي أسوأ نتيجة إيجابية ممكن تحصل ان انت ترجع متعادل بدون أهداف لأن ببساطة جديدة هدف هيكلفك أزمة كبيرة بان انت لازم تسجل هدفين عشان تحقق الفوز ولكن لازم نقسموا الموضوع شقين شق جماهيري والناس مش راضي عن الأداء وشق فني وهو الأهلي أدار المباراة أو كولر أدار المباراة بشكل مميز جداً فببساطة جديدة آه الأهلي متعود انه بيكسب في تونس فرادس تحديداً آخر الزيارتين الأهلي حقق الفوز كفاية يكفي الموسم اللي فات في السيم فاين الأهلي كسب 3 سفر الترجي في تونس فطبيعي ان الجماهير كانت عشمانة كبيرة جداً أول خمس دقاف المباراة وهي أصابت علي معدود كولر كانت طريقة لعبه ببساطة جديدة هي واضحة ان انا هأمن دفاعتي بشكل كبير ما استقبلش ولا هدف انا بواصل ان البطولة الموسم الحالي 13 مباراة ما دخلتش فيها غير هدف واحد حققت رقم جديد وان انا قسرت رقم الترجي وانا بقى لعب الترجي في تونس بان انا 21 مباراة بدون هزيمة فكل دي أرقام مميزة جداً قدر كولر يعملها فان انا أأمن دفاعتي وابدأ اعتمد على الهجمة المرتدة في وجود السنائية العبقرية اللي بقالها فترة متقلقة هي علي معدول وامام عشور ولكن فجأة تعرض علي معدول للإصابة يعني وربنا يسطر ان شاء الله هو البعثة رجعت وراحل مستشفى هو والله في شكوك الى الان ان موضوع ممكن يبقى قطع في واتر اكيلس فربنا يسطر الموضوع شكل والله هي ما تعدتش بصورة قريبة انا عدت الكرة اكتر من مرة عايز اشوف ايه اللي حصل هو كان فيه التحام خفيف كده ومعلول داس دوسة التانية رح وقع على الارض فيعني ربنا يسطر ولينا تخيالنا ان هو ممكن يكون اجهاد مثلا لا يعني هو لا بالعكس لان علي معلول ببساطة كان مريح اكتر مباراة هو يادوب بس شارك اخر مباراة في الدوري كان تجهيز لي لمباراة نهضب آسف في الترجي فالإصابة لو فعلا تأكدت يبقى كده نهاية موسم علي معلول مع الاهلي وربنا يسطر ان شاء الله ده ان شاء الله تطلع بسيطة بإذن الله ان شاء الله لان هو مهم جدا وعنصر اساسي جدا بالنسبة لنادي الاهلي طبعا محدش يقدر ينكر مجهود كبير لعلي معلول مع النادي الاهلي اشتركوا في القناة